متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة جاي لكم بتطبيق جديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لعمل أنيميشن أنا عارفة أن التطبيقات دي مش موجود فيها خطة مجانية كتيرة ولكن النهاردة حتكلم عن أوبن سورس موجود على موقع هاجينج فيس وهو تون كرافتر والأول مرة شفنا واللي ما يعرفش هاجينج فيس نقدر نقول إن هاجينج فيس هو عبارة عن منصة ومجتمع مفتوح المصدر بيركز على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة فعلشان كده لازم يقول لك أكاونت وكميونتي ديفولوبرز فيه بيعملوا شير لي الكودس ولي الأوبن سورس لي العديد من التطبيقات اللي انت ممكن تستخدمها في مجال الإي آي وتعلم الآلة وده اللي احنا النهاردة هنعملوا ان احنا النهاردة هنجرب تون كرافتر تون كرافتر الانترفيس بتاعه سهل جداً انت بترفع صورتين الصورة الأولى بتبقى الفريست فريم والصورة الثانية الاند فريم وعشان نعرف الموضوع ده بشكل أكتر هنروح لجيت هاب هنا لو انت بصيت الموضوع قايم على إيه الموضوع قايم على إيمبوت ستارتينج فريم وهنا إيمبوت اندينج فريم وهنا جينوريتيد فيديو الفيديو اللي في الآخر فانت ممكن تكون مولد صورتين وعايز تبتدي بفريم وتنتهي بفريم فبترفع الاثنين علشان تحصل في الآخر على الفيديو اللي انت عايزه الفيديو مدته مش كبيرة ولكن بيبقى جيد إلى حد كبير لو انت استخدمت الموضوع ده بشكل مجاني فأعتقد ده حاجة كويسة يعني يلا بينا نجرب مع بعض على هاجينج فيستون كرافتر اللي سهل جداً وفيديو النهاردة هيكون فيديو خفيف جداً أول حاجة هبتدي أرفع الصورة الأولانية بتاعتي اللي هي فريست فريم ده الفريست فريم بتاعي هبتدي ان انا أرفع الصورة التانية اللي هي الانبوت امجي 2 اللي هو اند فريم اللي انا عايزة المشهد ينتهي بيها وتقدر تعمل الصورتين الصورة اللي انت عايز تبتدي بيها والحركة اللي انت عايز تنتهي بيها عشان تقدر انت تولد الفيديو بتاعك هبتدي أروح للمشهد التاني وليكن المشهد ده هنا انا مش هكتب حاجة في البرومت لان انا already عندي الانبوت امجي 1 والانبوت امجي 2 اللي هيبتدي بي وينتهي بي هنا حينفع قوي لو انا رفعت نفس الصورة الاولانية هي تبقى الصورة التانية ايضاً ممكن هنا اعمل الحركة اللي انا عايزيها في نفس المشهد او نفس الصورة لكن لو انت خدت بالك دول صورتين مختلفين فانا مش هكتب حاجة هنا خالص وهبتدي ان انا اروح اقول له جينريت وتعالوا نشوف النتيجة ايدي النتيجة بتاعتي ده الفيديو بتاعي مدته 2 seconds زي ما احنا شايفين ايدي الحركة وفي الاخر خالص بتبتدي ان انت تعمله download ومش بيكون عليه اي watermark زي ما احنا شايفين طبعاً انت هنا برضو محدود بعدد معين او عدد مرات معينة ليه؟ لان انت هنا بتستخدم resources بتاعة الموقع فاكيد مش هيسمحلك ان انت تقول تولد 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 كتير فانت بعد عدد معين حيقول لك error انت كده استهلكت ارجع مرة تانية بعد وقت معين تعال انشئ الانيميشن بتاعك هنجرب بقى موضوع الصورتين هبتدي هنا اعمل refresh و هنجرب مع بعض نفس الصورة يعني هنا هبتدي ان انا ارفع نفس الصورة هرفع هنا برضو نفس الصورة هقول he is talking and smiling و هبتدي ان انا اقوله generate و هنشوف النتيجة بعد ما رفعنا نفس الصورة كfirst frame وend frame و قلنا له ان احنا عايزين الشخص ده يكون بيتكلم و بيتحك مثلا تم توليد الفيديو اللي مدته سانيتين طبعا هو بقه بيتحرك يعني ممكن ما تكونش باين على السكيل الصغير لكن بقه كده بيتحرك و هو بيتكلم هايظهر عندك دلوقتي الفيديو بالسكيل الكبير بعد ما عملت له download وبكده ده موقع النهاردة الخفيف البسيط استخدموه زي ما قلت لك انت لك يعني عدد معين كل كده فترة هتبصت لقيه بيقولك انت استهلكت الحد بتاعك ارجع مرة تعني بعد وقت معين وهكذا ولكن استخدموه بشكل مجاني هو open source زي ما احنا شايفين زي ما قلت لكم في نهاية كل الفيديو اتمنى كل اللي بقدمه على القناة يكون بيعجبكم اتمنى فيديو النهاردة يكون صغير وخفيف مش كل الفيديوهات لازم تكون تقي لو فيها خطوات كتير وزي ما قلت لك في نهاية كل الفيديو متساشتعم بسبسكراب لقناة وتفعر الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم بمتابعين الاعزاء متنساش اللايك وشير والكممنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة